قال يحيى ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم ثم قال هاي قال من القائل لا وين يحيى نعم الصحابي الحديث ثم قال صحابي الحديث كيف ترى في ضالة الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خذها اذا متى رأيت الغنم خذها لكن هل هذا يفيد الوجوب هل هذا يفيد الوجوب لا يفيد الوجوب لما لا هو ما خيروا انه للذئب انه يوخذ الذئب او يوخذ لا لان هذا امر بعد حضر والامر بعد الحضر يرجع الحكم الى اصله فهذا مباح خذها اباحة فاذا لم تأخذها انت اخذها من اخوك وهذا الذي جعل الامام مالك يقول هو مخير الحضر في الاصل انه ممنوع انت تأخذ ايش غنم غيرك لا يحل لك انت تملك ولا ان تأخذ غنم غيرك فجاء الان قال خذها فهذا امر بعد حضر فيرجع الحكم الى اصله وهو الاباحة خذها فانما هي لك فانما هي لك لك ايش لام ها هي لك ماذا تملكا ولك ايش اكلها او لأخيك او لأخيك تملكا واكلها او للذئب ايش اكلها فاذا لا يوجد غير هاي ايش الخيارات الثلاث هي لك او لأخيك او للذئب وعد عن ذلك فهي ليست طبعا عندنا يعني طبعا هنا قال يزيل وهي تعرف ايضا اه طيب بما انه قال هي لك تملكا واخذها واكلها طب هل تعرف في اللقطة ذكر التعريف طب هنا لم يذكر فهل تعرف فقال يزيل وهي تعرف ايضا لكن شمال هذا ليس بمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن انظر رواية مسلم في قوله قال يزيل وهي تعرف ايضا ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه مرفوع اي قال يزيل بالاسناد السابق والتتمة واما ان تقول فقط لا قال يزيل بالاسناد السابق نعم لكن التتمة وهي تعرف لا يوجد اسناد بعد ذلك رواية مسلم في صحيحة رقم خمسة وعشرين وسبعمائة والف بعد اطناش توضح شيء مهم عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اوى ضالة من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها اذا هذا الحديث رواية مسلم تدل على وجوب التعريف طبعا هون قال يزيل وهي تعرف ايضا يعني لا يكفي ان يكون مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو اجتهاد منه لكن رواية مسلم حديث منفصل تماما من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها واتصل بي احدهم البارحة او اول البارحة ليلا فسألني قال انا اعيش في قرية من قرى عمان من قرى جرش واجد احيانا غنما في الطرقات قلت تجد هكذا غنما ويغنب على ظنك انه لا يوجد لها صاحبا يوجد قال لا يغنب على الظن انها يوجد لها صاحب فقلت له لابد ان تعرفها فاذا بالجواب منه يقول يا شيخ انا لم الحق ان اعرف حتى جاءني من صاحبها يعني ما لحقت لسا اعرف فهذا دلال على ان صاحبها سوف يبحث عنها وبما انهم في قرية وهذه القرية يعرف بعضهم بعضا وكل يعرف غنمتا وفيسهل الوصول الى صاحبها فاذا اواها ولم يعرفها فهو ضال عن الامر ليس سهلا طيب حقيقة فيه رواية ابي داود رقم ستة وسبعمائة والف قال فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فان جاء باغيها اي صاحبها فادها الي اذا الوديعة اللي ذكرناها قبل قليل ما بها اصبح هناك لها شاهد وين في الحديث انه لا بد ان تؤدي لصاحبها اذا اتضح قال يزيد وهي تعرف ايضا رواية مسلم وايضا رواية ابو داود انتهينا الان من الغنم العدد اذا اضحوا لك اشتركوا في قبل 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 ق